أرى أنك حبيبي مستعد أنت مستعد لأن ترمي نفسك بين أحضان هذا الحبيب كل ما تحتاجه عزيزي هو كلمة وهذا الألكار تقول معم ستكون هناك بداية لكن بعد مرحلة طويلة يعني هذا بطيء نعم هذا بطيء رغم هذا الحب ربما نحن نتكلم عن دوء من روح دوء من شعلة لذلك هذا يعني هناك أسرار يعني هناك هذا حب في السر حب ربما صامت حب في السر لأنه ربما هو متزوج أو أنت متزوج أو بجوج بكم متزوج يعني هذه العوائق التي في علاقة وحب توأم الروح وتوأم الشعلة سلام يمشل توأم الروح وتوأم الشعلة يعني لا تعقد الأمور لا توأم الشعلة هكذا لا توأم الروح يا عباد الله أتوا أمشوا على هناك ناس تريد أن تكتب كتب وتبيع كتب يعني يعقدون المسائل لا هذا هكذا حب واحد One love one life ليس هناك أكثر الأرواح المتشابهة نعم موجودة والحب الحقيقي الحب السماوي ليس الحب فالأرواح المتشابهة كذلك حب حقيقي لكن الرابط السماوي القوي هذه المعاناة الكبيرة هذا الحب الذي لا ينتهي هذا الحب الذي يبقى طوال الحياة وهذه القوة وهذه الجاذبية وهذا الإنجلب والرغبة في أن أكون معك أو أن أمد هذا توأم روح توأم الشعلة روح واحدة في جسدين نعم كنت ما قبل الحياة قبل خلق الكون هذا يعني ما ترقدش الأمر كل شيء ببساطة يعني يكونوا حكامة يكونوا أذكياء صفي هذا من جهة هذا حب في السر أنت عزيزي برج الجوزاء تريده تنتظرك غير كل موحدة بشتر مراسك بين هاد بين هاد الحبيب يعني هناك يعني أنت تعرف كما قلت في السابق حب واضح ووضوح الشمس أنه يحبك أنت تعرف من خلال نظراته تصرفاته هذا الشغف شغف عينيه ولها فيه ويمر قرب بيتك أو يبحث عنك في الأماكن اللي أنت فيها نعم فقط ليراك ويرتاح يعني هذا الحب يعني هذا الحب الأصافي النقي القوي يعني قوة العاصير نعم وهذا الحب راسخ في أعماق القلب والروح وأنا أتكلم عنك وعنه نعم دعوني نزيد يعني أنا أقول أن هذا نفس رغم أن هذه يعني الطاقة أو يعني الأشياء لا تتغير يعني بطيئة بطيئة لكن تصير القرط يعني ثلاثة أن الحكم السماوي سيقوم بعمله هذا الإنسان لك وأنت له يعني العوائق ليس لها وزن مهما كبارها مهما اختلافات الموجودة كانت دينية كانت ثقافية كانت عرقية كانت طائفية كانت اختلافات في السن لا يهم حبيبي توأم الروح لا تخاف توأم الروح لا مفر منه سيأتي ستأتي ستذهب سيأتي وستذهب يعني سيجمعكما القدر وهذا التوازن يعني التوازن السماوي نعم أنتم خلقتم ما دمته يعني تلاقيته في الحياة فالمصير هو أن تجتمعه لا ندري متى لأنه هكذا يعني توأم الشعلة هي يعني علاقة مش علاقة هي حب صعب جدا لأنه لماذا لأنه يجب أن أن نتعلم أن ننظش أن نكبر أن نتعلم لكن هذا التعليم لنصيره أفضل ناس أفضل ناس أطيب ناس أفضل ناس أطيب هذه هي يعني هذا هو يعني تمريل واختبار توأم الروح توأم الشعلة نعم التي نشوفو الحبيب شوفوا الحبيب شوفوا كيف هو هو عب يعني هو وراء عب هذا الإنسان يعني يحمي العب هو مسجون مسجون هذا الحبيب ربما هو معه شخص آخر شوف الأسرار من جديد شفتوا سبحان الله يعني تتكرر تتكرر أحيانا أخاف الحزن الكبير الحزن الكبير السر الحزن هذه هي طاقة الحبيب رسالة هذه هذا الكارت يعني ماذا تقول يعني من شدة هذا هذا الحزن الحبيب سيتكلم أخيرا يعني شوفو لكن باللاتي غدا نشرح لكم يعني هذه المرحلة بطيئة هذه الحكاية هذا الحب بدأ ربما منذ سنتين ثلاثة أو أكثر يعني ماشي جديد بل قديم هو قديم هذا الحب قديم مش قديم يعني قديم بزف لكن ليس شيء جديد يعني هذا الحب يعني لم يمت رغم مرور السن لم يمت وماذا يقول وهي علاقة بطيئة لأنه ربما تزوج أو أنت متزوج وهنا يعني مستحل حب المستحل لكن في يوم لن تتوقع هذا الحبيب سيتصرف بسرعة لماذا شوفوا الألوان يعني هذا الجنازة يعني هو بحل لو أنه ميت بحل لم يت وخ يعني كي يعاني وحي المعاناة كبيرة بزر وحي المعاناة سيتصرف وحي المعاناة سيتحرك لأن هذا الألم يصعب ليس فقط الألم خليونا لأن دلتي ليس فقط الألم أنا أرى هنا عذب فيما يخص هذا الحبيب هو يتعذب أكثر منك أكثر مما تتصوره أنت فأحيانا تشوفوا توقم الروح توقم الشعلة لكن يعني كل واحد ليسوا معا لكن شوفوا لي يشد يدك وتشد يده لكن رغم العوائق لكن هناك ماذا أنتم يعني بين شجرة يعني بلادكم شجرة ماذا يعني هذا؟ أن ما بينكم هو الجمال والشمس والقمر الليل والنهار نعم يعني التوازن الحياة وبعدها يعني حتى في الليل شوفوا الجمال الجمال البيزاج يعني هذا الصورة حتى في الليل حتى الليل بدونه جميلة لماذا؟ لأنك تعرف أنه حبيب الروح حتى التفكير فيه يكفي لتكون سعيدا جميل لأنك تعرف يعني تصله طاقتك وتعرف أنكم مربوطين مربوطين يعني بخيط غير مرئي لماذا؟ لأنكم توقم الروح وتوقم الشعل الله على قراءة الله الله على قراءة اشحال زوينا وهو حبيبي سيتكلم سيتكلم عزيزي الله شوفوا سيتكلم حبيبي هذا الكلام سيحدث كلنا بعد هذا هذه المعاناة الكبيرة والنضج الروحي النضج الروحي هذا مهم جدا يعني خسنا نمارسل خير في حياتنا من وجده توأم روحي وتوأم الشعل وهو حب صعب ومستحيل وهناك وهناك عوائق واختلافات يعني يعني هناك قهود اجتماعية ثقافية والناس والحساد يتدخلون يعني يتكلمون لأنه يعني ربما اختلافات كما قلت ثقافية أو في العمر كذلك والناس لسوء الحظ يتدخلون هذه الطاقات السلبية لننسى الطاقات السلبية لنسامحها ونكون روحانيين يعني لنمارس الخير الخير الكرب هكذا هذه هي الطريقة لنصل لروحنا لتوأم روحنا هذه هي الطريقة يعني أن نضج الروحي وأن نحب الكل نحب الكل السيء الجامل القابيح ليهضر فينا العيب لمن أساء إلينا الكل أن نحب الكل ونسامح 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 هذا هو النضج الروحي وهذا ما سيجعلنا نلتقي بهذا الحبيب لا تخلوني لأنه أجبتني القراءة جميلة بالسف يعني عندما تكون قراءة توأم الروح كنفرح بالسف كن الله شوفوا ويشوفوا يعني يعني الله أنا لا أصدق شوفوا فين هي يا رب مهم هذا توأم الروح لا أريدون لأنه معرياني هكذا توأم الروح هذا ترد توأم الروح وتوأم الشعلة وهذا الرحمة السماوية العطف السماوي والنضج الروحاني وقوس قزح في حياتك والفرحة والبهجة والسلام والحبيب شوفوا هذا سيتكلم وماذا سيحدث الله سيجي معكم أخيرا يعني هذا أقوى ما رأيت يعني أنا فرحة أنا بغيت نمكي يعني أول مرة تخرجلي يعني توأم الروح من فصلين لكن بعد هذا بعد هذا النمو والنضج الروحاني توأم الروح يعني يجمعهما القدر الله لا قراءة شحال زوينة أنا أعتقد لا تحتاجون أكثر حبيبي أو حبيبتي توأم الروح يعني سيد الله شحال زوينة يعني صافي اه ارتاحيت صافي ارتاحيت لا تحتاجون حتى للرسائد كمت قراءة قوية جدا قوية وجميلة سماوية روحانية جميلة بزاف عجبتني بزاف كان فرح بزاف عندما يعني تتكلم القارد بهذا الوضوح لماذا؟ لأنه حب حقيقي يعني حب توأم الروح حب بيوخ حب صافي يعني ما فيش لعب ما فيش لعب ما فيش كذب رغم أنه أحياناً الإنسان يلبس قناع لكن هذا فقط بسبب العوائق الاجتماعية والثقافية والخوف من الهضرة يعني كنخاف من الهضرة ماذا سيقولون ماذا سيفكرون يعني وأحياناً يلبس القناع توأم الروح سواء أنت أو هو يلبس قناع لكي يحمي نفسه من هذا المجتمع القاسي الذي لا يفهم هذه الأشياء الروحانية لن يفهمها أبداً حتى يمضجوا روحانياً مثلكم أنا وجود يعني الوجود الإيمان والنية النواية الحسنة يعني النواية الحسنة يعني ما قلته سبقاً النواية حسنة سواء في الحب أو في حياتكم الإيمان القوي وأنت موجود ربما الله يتكلم أنا موجود أو أنت يعني أنت موجود وأمر الوجود يعني تتكلم عن الوجود الروحي لأن الوجود الجسدي نحن نراه لكن أحياناً ننسى أن هذا الروح الجميل وهذه الروح الجميلة عندما نخرجها منها ماش نخرجها يعني نتركها ترى الضوء نتركها يعني فيصبح هذا الجسد الذي توجد في هذه الروح أجمل طاهر جميلة بزاف فاسيون الشغف أن تسامح وتتعلم في الحياة وأن أن تتعلم تقول هذا الكارت أن تفتح قلبك لهذا الحبيب نعم وأن تحاول أن تعرف هذا الحبيب كما قلت يعني سبحاء الله العظيم قد تكون يعني أنتم الاختلافات ديالكم هذا توأم الروح و توأم الشعلة عرقية دينية ثقافية نعم وهناك اختلافات لكن توأم الروح متشابهة يعني المشاعر هي نفسها رغم الاختلافات الدينية والثقافية و في اللهجة و في اللغة اللغة تقول يعني تعرف فأنتم يعني تعرف الروح و تعرف الروح لكن الإنسان بما أنكم مختلفين و من بلدان مختلفة و من ثقافة و كما قلت و طواقف و دين مختلف تعلم كيف تتعرف على هذا الحبيب نعم لكي تعرف هذا الحبيب و لكي نقوي هذا الرابط يعني تكلم عن توأم الروح هذا الرابط الذي يجمعكما وهذا يعني أن تسامح وتتعلم من الحياة نعم تسامح الناس من أساء إليك وتتحرر من يعني كل ما أساء إليك و أنك ستعيش أفضل إذا تحررت من الماضي و من الأشياء السلبية ستعيش الحياة أفضل عفوا مش الحياة الحب يعني ستستمتع بهذا الحب وهذا يعني كرت هذه الجاذبية الموجودة أترك القلب و القلب يعني القلب و الروح القلب و الروح يعني توأم الروح يغنيان تقول لك هذا القرد أترك القلب و الروح يغنيان نعم يعني علاقة توأم الروح عندما يكون هناك القلب و الروح فهي جاذبية سماوية روحانية ليست فقط جسدية كانت قراءة جميلة و